عززت القوات الأمنية العراقية من إجراءاتها على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد بحواجز حديدية وأسلاك شائكة وانطلقت مظاهرات في العاصمة العراقية في ذكر احتجاجات تشرين لتجديد المطالب بالتخلص من سطوة الميليشيات وغياب القانون وكشف منظومة الفساد في البلاد ونعود إلى بغداد مع مراسلين تحسين طاها أهلا بك من جديد تحسين ما الجديد في ساحات التظاهر أهلا يعني كما تشاهدون من خلف ساحة التحرير وهنا الاعداد بدأت تزداد شيئا فشيئا كما كان متوقع هناك جموع كثيرة من المتظاهرين بدأت تأتي سيرا على الأقدام طبعا كون هناك الكثير من القطوعات الأمنية التي فرضت منذ أمس وهناك الكثير من المتظاهرين بدأوا يعني ينطلقون منذ ساعات مبكرة حتى يتمكنوا من الوصول والمشاركة في هذه التظاهرات التي لا تقتصر على ساحة التحرير كذلك هناك مجموعة أيضا من المتظاهرين يتمركزون في ساحة النسور في منطقة المنصور القريبة من بوابة مداخل منطقة الخضراء أيضا هناك عداد من المتظاهرين يتوقع أن تصل إلى هذه الساحة من أجل المشاركة تحسين عبر الصورة نحن نرى نوع من المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين ما يبدو إلقاء قنابل مسيلة للدموع وتراشق بالحجارة ربما نعم هذا ما كنت أود التحدث عنه يعني قبل ساعة كان هناك نوع من التوتر وتصادم تبادل بتراشق الحجارة بعدد من المتظاهرين باتجاه قوات مكافحة الشغبة المتمركزة فوق الحاجز الخرساني الذي وضع على جسر الجمهوري لكن أيضا هناك كان استخدام واضح وبكثافة أحيانا لقنابل الدخانية باتجاه المتظاهرين لاحظنا أيضا ورصدنا بعض حالات الاختناق في أوساط المتظاهرين بعد ذلك أصبح هناك دوء تقريبا لأقل من ساعة الآن قبل مشاركتي في هذه المداخلة سمعنا بعض الإطلاقات وأيضا لاحظنا هناك محاولات كر وفر بين المتظاهرين نحن نطر أن نعود إلى أماكن خلفية في هذه الساحة من أجل ضمان التغطية هناك معلومات عن وجود تشويش قد استخدمة على شبكات التواصل والاتصال وخدمات الأنترنت لم تقطع هي بشكل رسمي أو لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي لكن هناك من يتحدث بعض التقنيين والمختصين يتحدثون عن وجود أنشهزة تشويش قد استخدمت لتأثير على شبكات الاتصال وخدمات الأنترنت في ساحة التحرير بذلك اضطرنا كبعض الوسائل الإعلام إلى اتخاذ مواقع خلفية من أجل تأمين الشبكة والتغطية بالتالي هذه أيضا من ضمن الوسائل التي قد تستخدم لعرقلة أو لتكتيم على الاحتجاجات الموجودة الآن بالمجمل هناك توقعات من تزداد الأعداد وهناك طبعا محاولات للسيطرة على الجموع أو المتظاهرين لتجنب التصادم أيضا هناك إجراءات أمنية متخذة في العديد من المداخل والمخارج في ظل وجود توقعات بفتح جبهات أخرى أو بمحاور أخرى للمتظاهرين وهذا قد يشكل عامل ضغط ويوسع رقعة الاحتجاجات في حال مشاركة أعداد أخرى من المتظاهرين حتى الآن هناك الآلاف من المتظاهرين يتواجدون في ساحة التحرير ومقتربات هذه الساحة وأيضا الجسر الجمهوري هدأت تقريبا وطيرة العمليات التجوال التي تقوم بها بعض الجموع وخاصة من قوى الحراك المدني التي تشارك بقوة في هذه الاحتجاجات خاصة الحركات الناشئة التي أيضا شاركت في الانتخابات الماضية وبعضها طبعا لم يفوز لكن أيضا هي حاضرة بشعارات ببعض اللافتات وطبعا لمؤازرة ودعم حركة الاحتجاجات والذكرى السنوية الثالثة لاحتجاجات تشرين نعم يعني كما ذكرت هناك بعض الإجراءات التي تقيد حركة وصول المتظاهرين إلى الساحات وثم تقيد عملية التواصل والاتصال سواء على المتظاهرين أو وسائل الأعلام التي اضطرت للابتعاد عن الساحة وهنا يعني يكمن الخوف أو الخطر من ترك المتظاهرين في مواجهة مع القوى الأمنية وبالتالي احتمال اندلاع أعمال عنف نذكر أيضا تحسين أن اليوم هو أحياء الذكرى السالثة لتظاهرات تشرين الأول عام 2019 والتي توفي فيها وكان نتيجتها يعني أكثر من ثمانمائة متظاهر تم قتلهم وإصابة الألاف دون الوصول إلى يعني دون توقيف أو محاسبة أي من المتهمين تظاهرات اليوم تحسين تحمل هذا الشعار أي محاسبة قتلت متظاهرين الذين قتلوا في التظاهرات الماضية ما هي المطالب الأخرى أبرز المطالب الأخرى التي تحملها هذه التظاهرة نعم نحن سمعناهم يهتفون بشكل واضح وعبر مكبرات الصوت التي يحملونها في بعض العجلات التي تمكنت من الوصول إلى ساحة التحرير وهي قليلة جدا سمعناهم يعني يرددون ذات الشعارات عندما كنا هنا في هذه الساحة عام 2019 هم طالبوا بشكل واضح بشعب يريد إسقاط النظام هكذا قبل قليل كانوا يرفعون هذا الشعار كذلك ذكروا أسماء بعض الحركات السياسية وأسماء بعض القيادات السياسية بشكل واضح ويعني بشعارات تندد بهم وترفض وجود هذه الشخصيات وهذه الحركات والأحزاب في السلطة هم دائما ما يكررون ضرورة إصلاح العملية السياسية برمتها تغيير المعادلة وأيضا ضرورة حتى جددوا المطالبات التي كانوا دائما ما يرفعونها ويكررونها للحكومة الموجودة بضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين هناك أكثر من طبعا أكثر من 800 قتيل قتلة في تظاهرات تشرين وهناك ما يقارب من 27 ألف جريح بعضهم يعني تسبب إصاباته تسببت بأضرار جسيم البعض منهم فقد أعضائه وزاء من جسمه وأطرافه وبعضهم أصبح مقعدا وبالتالي هذه الإصابات وهذه التضحيات يرونها بأنها تدفعهم بالتجاه الاستمرار بذلك المطالب والضغط على القوى السياسية وعلى الوضع والعملية السياسية برمتها لتغيير المعادلة هم أيضا حتى نددوا بالحكومة وكأنما ذكروها بعدم الإيفاء بوعود ملاحقة ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين حتى هذه اللحظة مرت أكثر من ذكرى هذه الذكرى الثالثة ولم يتم محاسبة قتلة المتظاهرين والذين لاحقوا الناشطين وهناك محاسبة بسيطة جدا أو بعض الأشخاص فقط تم الحديث عن ملاحقتهم أو حالتهم للقضاء لكن هناك نوع من الاستياءة في الأوساط الشعبية وخاصة الحراك تشرين بأن الحكومة التي جاءت بفضل حراكهم لم تلبي مطالبهم وما يوجدون من شروط تتمثل بإصلاح نظام السياسية شكرا جزيلا لك تحسين طاها مراسلنا